موسيقى السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا ربي كده تكونوا بخير وفي احسن حال وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو كنت معاكم فيه ما تنسيش بقى لو عجبك الفيديو تدسي لايك لو انت اول مرة تشوفي قناتي ياريت تشترك فيها ويلا بنا نبدأ يومنا بالصلاة لحبيب المصطفى اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله بصوا النهاردة اليوم حلو جدا وفي احداث كتيرة قوي اه طنطفات بقى وتغييرات وفرش ومشتريات جديدة حاجات حلوة كتير تبعوا الفيديو الاخر والنهاردة اليوم ان شاء الله يعني هتتبص قوي معي بصوا الاول ابتديت اليوم بايه ان انا كنت عايزة غير بقى فرش الغرفة بتاعت النوم وكمان كنت في نفس الوقت ده واتكنت حتى الحفزة بتاعت الغرفة في الغسالة تاخد دورة اه وقلت ايه هغير الفرش كده وغير كمان الدفاية العصير وفرشه وهاجه نص بص الاردية ويعني وبصوا يعني فاقل من خمس دقيقة اللي هو بابقى ملمع التصريحة كده والكمود وابقى مثلا كنسة الاوضة ملمع السرميك اللي بينها هلمعه هلمعه مش هلمعه خلاص فهي مش بتاخد معي وقت خلص لاني مش ببقى فيها كركبة انا جالي سؤال الفيديو اللي فات انت ازاي بتنظفي الشقة يعني بتنظمي وقتك ازاي وبتنظفي الشقة امتى بصوا عايز اقولكم بجد ان اي واحدة بتشتغل هو وقتها منظم اكتر من اي حد في الدنيا يعني ممكن تكون واحدة ست بيت واعدة مفرغة نفسها لشغل البيت بس وقتها مش منظم زي اللي بتشتغل اللي هي عارفة ان وقتها مفيش وقت تضيعه وقتها عارفة كل حاجة هتعملها امتى منظمة وقتها اللي هو هترجع من الشغل ازا كنت مثلا اول ساعة هتبتدي ان هي تستريح نصف ساعة تستريح هتبتدي بعد كده ان هي تعمل غدا مذاكرة الولاد فمنظمة يومها هي عارفة كل ساعة هتعمل فيها ايه بالزبط ما عندهاش وقت تضيعه ما عندهاش ممكن تلاقي واحدة تقعد طول الوقت بتاع الصبح هتقعدة كسلينة وتعملش حاجة وتضيع وقت كبيرة على التليفون او اي حاجة تعملها وما تعملش فيما او متستفدش بالوقت فبصي انا ايه بتقولي انا بشتغل فانتي بتنظفي امتى انا عمتا انه لما برجع يعني بابتدي لانا اه ارتاح شوية وابتدي لانا اعمل الغازة ازا كنت متسوقة وانا راجعة كتمام عندي الحاجة تمام وببتدي بقى لانا اعمل في الغداء واول ما الغداء يستوي نكمل غدين وابدأ بقى لانا زاكر للبنال وبعد بقى ما يذكرون ابتدي بقى لانا ايه افصل دماغي شوية بقى بصوا كباية نسكة كده لها ايه بتريح دماغي من الصدع بتاع كل يوم دوت وبعد كده خلاص بقى انا قدامي دلوقتي اللي انا هروأ الشقة على المشي الترويئي اللي هو على الوش ده هكنس واشطب مطبخي همسح البطجاز وهكنس الارضية وشكرا على كده انما يوم الاجهزة بقى هو اللي بغير الفرش في بقى بتاع السرير هو اللي ازا كنت في حاجة زا تتغيسل حاجة عايزة تتنظف تنظيفة يعني هتاخد وقته كده اي حاجة من الحاجات اللي بتاخد معي وقته او فيها يعني عايزة مجهود بخليها لليومين بتاع الاجهزة يعني وكده تمام اه المهم ان انا بص وغيرت بقى الفرش بتاع السرير وغيرت كمان الدفية اللي كانت على السرير وفرشت بقى البطانية دي تقيلة قوي وحلوة جدا يعني بصت نزلت تحتها كده حسيش بالدنيا يا رأين وبصراحة حلوة قوي فكمان كانت الحافزة خلاص خلاصت طلعتها كده وكنت انا كناس الغرفة فرشتها بقى على النظافة وشغلت جهاز المعطر بصو الاودة بقيت امر قوي الاودة بتكون نديفة ومغيرة فرشها مع المعطر تحسل انت قد اي مرتاحها نفسيا كنت عايز اوريكم عشان انتو سألتوني لما قلت لكم في اول الترمي ان انا بجيب حديد للبنات عشان خاطر يعني كحديد وكفيتامينات وكالسوم وكده وبالاضافة ان هي حلوة جدا للي بينسوا كثير وحلوة جدا للي مش بيركزوا ما حكي مثلا في المذاكرة او كده اسمه سانو فت دوت انا قلت لكم عليه اول الدراسة لو تفتكروا فعايز اقول لكم ان انا لما يعني لما يعني خدوا الدور اللي هو تعبوا فيه دوت بعد الدكتور قالت لها تبدأي في الحديد دوت بعد ما يخلصوا ويخفوا تبدأي فيه فسبحان الله لانا اساسا كنت ايلالكم عليه من الاول الترمي ايلالكم لانا يعني بديهم للبنات فقالتلي عليه جبت بقى العبوة كبيرة وبديهم سبعة ونص سنتي مرة واحدة بس في اليوم اسمه سانو فت حلوة قوي وجميل قوي للتركيز ولتعويض بقى العنصر للجسم الحديد والحاجات دي وحلو للتركيز اللي بينسى وتعويض بقى بيتامينات وكالسوم وكده تعالوا بقى وريكم شوية مشتريات حلوة قوي كده جبنيها جبت كروكس لكل لملك ومكة كل واحدة فيهم كروكس كده ده كان الواحد عامل خمسة وعشرين انا بحب في الشتاء الابسهم الكروكسات ديت عشان يلبسوا الشراب تحتها ويبقوا مدفين كده وايه ولابسيني الشراب احسن من الشباشب وكده فبحب دايما تولي الشتاء لبسهم الكروكسات ديت وجبت الكل بنوتة فيهم لعبة كده عروسة بقى بالحاجات بتاعته ومكة اخطرت اضوات الطبخ وكده تمام ديت الحاجات الهدايا اللي انا جبتها لهم وانا دايما مع وداهم ان هو يعني بصوا التزموا بقى معايا وصمعوا الكلام صلوا غسلوا اسنانهم مش عارفة ايه في كم حاجة كده انا عملها لهم كده يعني لهم جدول كده وروتين ياملوا وعملوا كده معايا والتزموا بيه اصبوعوا لهم غسل الاسنان بقى والصلاة وان هم يهتموا بالواجبات يحسنوا حاجات دي بحب اللي بقى لما بيلتزموا او مكافئهم ما بيلتزموش بقوم بصوا حرماهم من المكافئة دي كمان اه ماما ربنا يخليها لي يا ربي يديها الصحة كده وتفتر عمر جبتلي الترينج الامر دوت بس انا اه لونه فوشية كده ويعني تحسه طويل شوية كده ويعني وخامته قطيفة جميل اوي اوي اه عجبني بصراحة واللون والستايل بتاعه كده شكلهم امر اوي ونازل كده بتويل تحسوا ان هو شبه الشيميس شوية بس هو شكله امر اوي فدوت ماما هي اللي جايبهولي دي دوت بقى انا كنت نزلت بقى اشتريت ليوسة خروج ليا فاشتريت بقى التقم الامر اللي انتو شايفينه دوت اه بصوا انا ما كانش عندي اللون ده خالص اللون اللي هو تحسوا مش عارفة اللون ده اسمه ايه يعني جملي بس تجملي غامق شوية مش الجملي الفاتح انا ما عنديش اللون ده خالص في لفس الشتا فجبت الامر دوت طويل اساسا يعني طويل لغاية بعد الربا كده يعني قرب الرجل كده بننتح وجبتلو طرحة نفس اللون شكله بصوا حلو اوي محسل سلا كده لقى شكله امر اوي في اللبس وفي اللستايل وحاجة مختلفة انا ما عنديش اللبس ده خالص في الهدوم بصوا في اللبس الشتا عندي اما جواكد اما بروفلات درسات شتوي كده انما اللستايل الشامو دوت لقى شكله امر اوي فجبته كده وجبت له الطرحة دوت ده كان عامل تلتمائة وعشرين وجبت له الطرحة اللي انتو شايفينها دي كانت عاملة خمسة وثلاثين ودي الترنج فيعني شوية حاجات كده حلوة قوي كمان جبت الجوزي لنسويتشرت الفروي اللي انتو شايفينه دوت اه ده كان بتاع جوزي بقى ده كان عامل اه متين وخمسين وجبت ايه كمان? اه جبت كمان الدفاية ديت انا جايبها من عرض الساعة فرانين بيعملوا عرض الساعة بتبقى ساعة واحدة بس اه على الدفايات بينزلوا اي دفاية زبدة ليه الحلوة ديت النعمة الحفر الزبدة دي انا ما بحبش بصراحة المهير بتبقى ان ما المسها خشن كده ومش حلوة خالص لا دي زبدة الحلوة النعمة ديت انا يعني انو سبحانا لو كنت رايحة صدفة كانش في دماء خلص الدفايات لقيت زحمة جدا يوميها فبس قال في ايه قالوا يا سيد نزلين الدفايات دلوات الواحدة بسبعين جنيه فلقتلي ديت بقى يعني من الزحمة اللي كانت حدفات لققت دي بالعافية كانت بسبعين جنيه وسبحان الله ما كنتش حطها في دماغي ولا في المخطط خلص كنت نصل حاجة تانية خالص فجبتها بسبعين جنيه حلوة جدا ونعمة وحلوة وشكلها امر يعني ما عنديش الشكل ده بصراحة واللون بتحى حلوة اوي فدي بقى شوية حاجات كده بسيطة جبتها يعني لزوم الشتة للحاجات اللي احنا محتاجينها بس اللي انا جبتها ما جبتش بقى حاجة اكتر من اللازم او جبت حاجات لأ يعني تشوفيني الغلاء اساسا اللي احنا فيه فيضوبك نجيبي الحاجة على قد اللي احنا محتاجينها اللي فعلا حد من ولادك او انت او وجوزك او البيت محتاجة ده اللي فعلا تجيبي الغتا ما نعدي الغلاء ده على خير انما اللي انت مسلا تجيبي حاجات كتير تجي في الشطة تجيبت بالتأمين وبالتلاتة وبالترنجين والتلاتة والكلام ده لأ اللي عنده خلصتي كف السنية دي اللي ما عندهوش او صغر عليه تبدأ اللي انت تجيبيه له انا يعني عملت كده السنية دي بصراحة خلصت بقى الحاجة ودخلت بقى ايه حينت بقى الحاجة الجديدة اللي احنا جايبنا دات وطلعت للبلد كده الالعاب يلعبوا بيكم مبسطين جدا انا بتعامل دايما معاهم في الاسلوب التربية اللي هو ايه بصوا هتصلوا معايا هتغسلوا سنانكم هتا هتذكروا هتكتبوا الواجب هتعملوا كزا هتعملوا كزا هتنموا بدري اللي هو في حكم حاجة كده لو عملوها والتزموا بيها تمام ما التزموش بهم او جاي اخر الاسبوع او اخر الشهر مسلا انا حسب منابة كافية اهم كل قد ايه وقول لهم لا انا مش هجاب لكم كزا او مش هعمل لكم كزا انا كنت وعدكم بكزا بس انتم ملتزمتوش دايما انتم بتسمعوش كلامي انا كمان مش بسمع كلامكم انا دايما بصراحة بتعامل معهم بالاسلوب ده ما بحبش اسلوب ولا الضرب ولا اللي انا اعلي صوتي ولا ان انا اه يعني ازعق في وشهم ولا اللي انا بحبش بصوا الاسلوب دي خالص انا عايزهم لما يكبروا يفتكروني بحنيتي عليهم مش يبقى لما يكبروا يفتكروني اللي انا كنت قسي عليهم او اللي انا كنت اه بضربهم او اللي انا كنت بتعامل معهم بحدية وعنف وكده لأنا عايزاهم يفتكرون اللي انا كنت احنينة معهم اللي انا كنت مستحبوهم ان انا كنت نازلة لسنهم بحاول ان انا اربيهم بالطريقة ديت بحاول ان انا وجههم دايما للصح بس باللين اه او زي ما انا اتربيت انا طلعت ربيت ولادي يعني انا يعني زي ما ماما كانت بالتحامل معيونة صغيرة انا برضو طلعت اربي ولادي على الطريقة ديت اللي انا ابقى مستحبوهم اللي انا ابقى اه حنينة عليهم ان انا اجيب لهم كل حاجة في المعقول ولا زيادة قوي ولا عامل اكافئهم على كل حاجة اه لو ما عملوش لو عملوا حاجة غلط اخصمهم ازعل منهم انما ولا بضرب ولا بعاكب ولا بعمل اي حاجة بين الحاجات الشديدة ديت خالص اه على فكرة ولادك يعني حاولي بقدر امكان قبل سن الحداشر سنة تزراعي فيهم كل حاجة انت نفسك تزراعها فيهم لان بعد الحداشر سنة خلاص انت هتقدر ان انت تعملي فيها حاجة عايزهم يلتزهم في الصلاة عايزهم يطلعوا بيحفظوا قرآن عايزهم يطلعوا متعودين على النظام على النظاف على النهم يرتبوا قدوتهم على الاهتمام بمذاكر اي حاجة قبل سن الاثناشر سنة ده بعد سن الاثناشر سنة خلاص انت انت مهما زراعتي ومهما عملت خلاص هو كده كبر كده هو شخصيته بدأت تتشكل فانت بايدك بقى اللي انت تلحق يه دلوقتي وتشكليه على قد ما تقدري لقد ما تقدري تزراعي فيه كل الحاجات الحلوة كل لو في اي سفة وحشة انت قادر ان انت تعدليها دلوقتي قادر ان انت تخليه واصق من نفسه قادر ان انت تخليه يطلع بيصلي يطلع بيسمع الكلام يطلع ان يضيف في نفسه نضيف في غرفته قادر ان انت تطلعين ما بيكدبش قادر انت تعملي حاجات كتير قوي فاحتمل طربيتهم في الوقت دوت عشان تلاقيه معيهم لما يكبر بصوا انا عملت ايه? انا فكت كل العيون عشان اغير بقى الفويل النهارده خدت بقى كل العيون كده ودعكتها على الى على الحود وبعد ما دعكتها سبنت البوتوجاز وبعد ما انسبنت البوتوجاز غيرت بقى الفويل بتاع البوتوجاز وغيرت كمان البوتوجاز 후 operations بالتعالي عيون بصوا بقى شكله حالوي ازاي ويفتح النفس عايز اقول لكم محيات ربنا انا لما بعمل اي حاجة بسيطة في الفلشقة زي مسان بصوا انا انا لقيت بقى ايه الورق الحقد بقى الورق البوتوغاز حساكد انه عايز يتغير وانا بصراحة مش عايز اغيره دلوقتي انا متعودة ان انا اغيره في دخلة الرمضان او العيم فقلت لأ طبعا انا هفضل كده انا حسا ان انا مش هاجبني لشكل كده فقلت خلاص جبت الورقة البوتوغاز دي وحطتها في ظهر البوتوغاز قد ايه شكلها حلو قد ايه حاسيت اللي انا مبسوطة ووقفة كل شوية بص لها كنت سألتكم على مسئولة الغاز قلتولي بلاش تغسليها ايه يتدهينيها يتعمليها بالفويل قلت خلاص هعملها دلوقتي بالفويل مؤقتا لغاية اما اعمل تنظيفات رمضان ان شاء الله رمضان جاي بادري في السنة دي كل سن والطيبين جايين في شهر جاي في شهر تلاتة فابقى اه ابايت بقى المصورة مع شوية تجددات كده اني عاملها فمع التنظيفات يعني بتاعت رمضان وكده فبصوا بقى بصوا وحيات ربنا بصوا حاجة بسيطة زي كده اللي انا غسلت البوتوغاز وغيرت له الفويل ولزقت لزقة جديدة وورا البوتوغاز حاسة ان هي بسطني اوي ومفرحاني اوي مش عارفة هي صفة فيها ان انا حاجات بسيطة اوي بتغير موت وحاجات بسيطة اوي بحيس ان هي بتفرقلي في الي بتاعي ونية بتفرحني مش عارفة يعني ده ايه اللي هو الحاجات البسيطة اللي بتفرحي الواحد والحاجات البسيطة اللي بتفرحي في موت الواحد انا انا من نوع اللي هو لو كلمة بس بس بسيطة ممكن تفرحني يوم كامل وكلمة بس وحشا ممكن تقفل ليوم كامل وتتعبلي نفسيتي ايام مش يوم كامل حياة ربنا الحمد لله على كل حاجة اه بصوا انا جبت بقى الحبة كده بقى من من الكولور والمية وابتدئت بقى بالمقشة كده واضعك بقى لطرقة عشان كنت عايز بقى خلاص بعد ما خلصت بتجهز امسح المطبخ بالترقة بالحمام هاخد كل الجزئية دي وهجري بقى المية بالمساحة ودخلها بقى على الحمام وهصبن كميل الحمام وكنت برضو غسلى فرش الحمام وفرشته بعد ما مساح بس هغير بقى النهاردة المشاية بتاعت الترقة مش هفرش بقى نفس المشاية اللي انا كنت فرشها يعني وكده خلاص بقى هشيل اللي هو المشايات السليف ديت وهفرش بقى المشاية التقيلة اللي هي بتغطيل المساحة كلها بصوا ملك مكة هنا عمالة تلعب وفرحونة بالمية ان انا بقى مغرعة عمالة تجير وتلعب في الطرقة وتقول لي ملك تعالي تزحلق ايه معايا اللي هو في حب السبون بتعنيني تزحلق فيهم اا يعني اللي هي تزحلق قطاع اساسا على السيراميك خدت بقى المية ولميتها كلها كده ودخلتها على الحمام وصبنت الحمام كمان وبعد بقى ما خلصت جبت بقى السجدة وفرشتها بصوا مجرد وحيط ربنا اليوم دوت ان انا كده يعني شوية حاجات جديدة كنت شريعها ومع اا اللي انا زبطت البطاجاز وخلات شكله كده اساسا يفتح النفس كده وانت قفى قدامه مع ان انا فرشت السجدة اللي انا بقى لي فاطرة عينيها وحس ان انا عيني عملت حاجة عيني مش متعودة عليها وغيرت الحاجة اللي انا عيني متعودة عليها حس اقد ايه فرقة معي وحس اقد ايه اللي انا كله شوية ابص على شكل المطبخ ابص على الترقة ابص شوية كده وبص على الهدوم الجديدة عدت ايه الهدوم الجديدة كده وبص فيها قدام المراية كده وتفرج عليها ببقى فرحونا قوي باي حاجة جديدة بجيبها سواء للشقة او لينا اا بعد بقى ما خلصت كده اا دخلت دلوقتي عشان خاطر هصبن بقى الصفوية الصفوية دي انا ديت صفوية بتاعت ايكاة جميلة جدا بجد طحفة بتشيل اطباق كتير وبتشيل حلل وبتشيل معالق والصوم طلق عنيها معايا بصراحة في المطبخ خدتها كده بقى صبنتها بس الفتحات اللي هي بتاعت الاطباق دي ما بعرفش اللي انا صبينها بالزبونشة فبضطر بالفرشة كده عشان تدخل جوه الفتحات دي صبنتها كلها كده عشان قلت بقى ايه طول ما نوقفة بطبخ كده كل الموعين اللي تطلع مني اخسل وارس بقى معايا كده في الايه في الصفوية يعني وكده وسعرها لفكرة مش غيلي خالص يعني سعرها مش معدن من جنيه بس كانت جميلة يعني وكده انا كنت الصراحة كنت طلبها اونلاين تمام بعد بقى ما صبنتها وخلاص بقى ابتدت بقى اللي انا اعمل لهم الغدب وصباق قلت خلاص بقى غيرته هدومي بقى بعد اليوم اللي هو كله تنضيفات ضغط وخلاص يعني احس اللي انا كده مرتاحة اللي انا انجزت شوية حاجات كنت حطها في دماغي ومأجليها بقى لي كم يوم اللي انا عايزة اعملها غيرت بقى هدومي كده ودخلت بقى عشان المنبخ عشان اعمل الغداء فكنت عايزة بقى اعمل لهم في اليوم دوت اللي هو الماكرونة بالوايت صص بصوا انا من عشاء الاكل ديت انا مش يعني انا زو اتغير في حاجات كتيرة اوي في حياسي كنت الاول اللي هو بحب اوي بموت في الماكرونة البشامل ومش عارفة ايه والاكلة اللي انا بحبها مش هي الاكلات اللي انا بحبها زمان حاصل ان اتباعي تغيرت يعني تمانين في المية من التباع اللي كانت فيها زمان تغيرت مابقتش حب الدوشة مابقتش حب الصدوع مابقتش حب اه اه يعني ازا اقولكم حاجات كتيرة اوي بقيت اميل للهدوء اكتر بقيت اميل كده الاي حاجة هتريح دماغي واي حاجة هريح بقى عصوبي بقيت اميل لها ام يعني حاجات كتير اوي كلنا بعد الخلفة وبعد الاطفال وبعد الجواز وبعد كل الحاجات دي تحسل انت اتباعك تغيرت مبقيتش زي زمان خالص ام فيعني كلنا كده ودي دي طبيعة فينا ان احنا كلنا بنتغير كل ما بنجبر فاهمين قصدي بص بقى انا عملت ايه انا فرمت بصل كده بعد ما فرمت بقى البصل نزلت بقى كده بالفراخ انا طبعا كنت غسلها كويس او بالمية والخل اه حدت بقى عليها الفراخ بدأت تنزل ميتة كده واندتها تشويحة والناحية التانية علقت على مية عشان خاطر هسلق فيها المكارونة وهعمل لها بقى الواية تصص كده والاكلة بتاعتي يعني سريعة خالص ومش بتاخد وقت بس قد ايه طحفة ولذيذة لصو شكل البودوغيس شكله قوي بعد ما خلصته عايز اكلمكم في حاجة كده سريعا انا ملاحظة ان الفترة دي تيعتبر فترة اكتئاب اللي هي الكل بيعاني منها اللي هو بقى فترة شتا مع مفيش خروج مع ان انتي الاصفال الصغيرين تعبنين مع اه الامتحانات والمذاكرة والضغط النفسي بتاع المذاكرة والامتحانات وان اليوم كله شبه بعضه واليوم قصير اساسا في الشتا اه فكلها مع الغلل اللي احنا فيه تحسوا ان كل العوامل بتقديك للاكتئاب ان انتي يعني كل الظروف اللي حواليك بتخليك مكتئبة لأ انا عايزك بقى اتفكري من ناحية تانية خالص وتفكري ان هي دي فترة وهتعدي وان دي فترة على على الكل وان الفترة دي لما اتعدي هتفتكري قدي هي كانت ايام صعبة بس تعدت وقولي دايما الحمد لله عايز اقولك ان انتي يعني حيلك احسن من غيرك بكتير قوي فدايما انت حطيها قدام عينك كده ان انا حالي احسن من غيري فقولي الحمد لله على كل حاجة حمزي ربينك ان ولادك بخير ان ولادك معاك اه برضو اللي بيرايح فعلا النفسية اسطلة وحيات ربنا انتي تصحي كده بس الفجر كده وتصلي ركعتين الفجر كده وتعاضي مع نفسك كده تتعي كده ان ربنا يرايح قلبك كده يعني في الهدوء بتاع الفجر دوت لوحدك كده ديت كفيلة ان هي ترايح قلبك وتشيل اللي اكتئاب دوت منك خالص فربنا يسعد قلوبكم وربنا يراضيكم كده في حياتكم وتفرحوا باولادكم كلكم يا رب بصوا بقى انا عملت ايه انا سلقت المكارونة وسقطها بقى في الوايت سوس كده وكمان عملت اتناحية تانية هواتي التشويحة كده للفراغ وابتديت اللي انا اتبّلها وعملت كمان جنب الغضع عصير كده عصير فراولة باللبل بصوا انا باهتم الفترة ديت جدا بكل حاجة تقول مناع عسل بدي خضار وفكهة بدي عمال احاول على قد مقدر اللي انا عدي الشتة دوت عشان بصوا اقوم الادوار اللي مشي اليمن دولت فما بقطعش بصراحة الخضار او الفكهة الفكهة نوع يخلص اجيب نوع تانية اجيب مسلا سفاندي يخلص اجيب برطقون يخلص اجيب مسلا فراولة اللي هو مهم يكون عندي اي نفس صنف كده فكهة اه ما عنديش فكهة خلاص بدي خضار وكده فعملت كده عصير فراولة باللبن اه بالعسل النحل بحب بقى حط عليه عسل النحل بيدي كيمة غزائية اكبر يعني وكده وقلبت بقى المكرونة هبتدي بقى اللي انا اغري في الغداء وبقى الفهانة وشفة اه على قلبهم بصوا ده كان بقى اليوم بتاع النهاردة عايزة بقى لايكات كتيرة بقى منكم كده وتشيروا الفيديو كده لكل اصحابكم عايزين عائلاتنا تكبر بيكم واشوفكم بقى على خير الفيديو الجاي باي باي